اتمنى ولله الحمد والمنى بالامس ما يتعلق بالتعصيب وقلنا ان العصب على ثلاثة اقسام عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره العاصب بنفسه كل الوارثين من الذكور عدى الزوج والاخل ام ومن النساء المعتقى 14 والعاصب بغيره غير الذكر الانثى الابن يعصب البنت ابن الابن بنت الابن الاخ الشقيق يعصب اخت شقيق اخ لاب يعصب اخت لاب فقط ابن اخ شقيق ما يعصب احد ابن عم شقيق ما يعصب احد لان ابنت اخ شقيق وبنت عم شقيق ليست بوارثة تمام والعاصب مع غير الاخوات مع البنات عصبات عندنا درجات للعصوبة درجات تسميها العلماء جهات العصوبة عندنا اقرب وابعد جاء عندنا ابن وابن ابن من يرث الابن أقرب مفهوم إذن أعلى درجة عندنا البنوة وبنوهم ثم الأبوة والجدودة ثم الأخوة وبنوهم ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء كم جهة خمسة جهات البنوة وبنوهم ثم الأبوة والجدودة ثم الأخوة وبنوهم ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء انتبه معي أبو جد من يرث أب جد وعم شقيق جد عم شقيق و عم شقيق وعملي أب العم الشقيق ابن أخ شقيق وعملي أب ابن عم شقيق وعملي أب عملي أب تمام ابن أخ شقيق وعم شقيق قلنا البنوء العموء الأخوة وبنوهم ثم العمومة وبنوهم من يرث ابن أخ شقيق مفهوم تمام سؤال إذا اجتمع في مسألة كل الوارثين من الذكور من يرث من يعرف مسألة فيها كم وارث خمسة عشر اجتمعوا كلهم عليك تورث من لا 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 نفسق الخضار يلا بسم الله نعم ما عندنا ابن شقيق نعم الشاخ نعم أخ أوقف يقول الزوج تمام الزوج فيه فرع وارث طبعا صح ابن وابن ابن الزوج يأخذ الربع الزوج والأب يأخذ السدس وجود فرع وارث ذكر والابن الباقي وانتهت المسألة الله يفتح عليك ثلاثة هنا لا تمام اجتمع الوارثات من الإناث من يرث يلا قول انت ما في غيرك وارثات زوجة تارثة زوجة طبعا الثمن لوجود بنت والأم تأخذ السدس لوجود بنت والبنت تأخذ النصف لعدم المعصب وعدم المماثل وبنت الابن وابنت الابن تارثة السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت الشقيقة تمام الله يفتح عليك شيء تمام طيب اجتمع الخمس وعشرين كل الوارثين والوارثات اشتصنا ما شاء الله عيلة متكاملة نعم يقول ما يمكن يجتمع زوجة زوجة حدد لنا لابد يموت واحد الزوجة الزوجة ما في عندنا اشكال والأب والأم ما يمكن صح وعندنا الابن والبنت ما فهم تمام اذا الزوجة أو الزوجة والأب والأم ما في شك والابن والبنت الله يفتح عليك تمام نعم يقرأ الآن هذا الدرس الحجم درسناه في الشروط ولا اشكال فيه مفهومي اذن الله مفهوم نعم